أعلنت وزارة الصحة والسكان مغادرة جميع مصابي حادث تصادم قطري الزقزيق من المستشفيات وذلك بعد تلقيم الخدمات الطبية اللازمة واستقرار حالتهم الصحية باستثناء ثمانية مصابين ما زالوا تحت الملاحظة بالمستشفى الجامعي ومستشفى الأحرار أوضحت الوزارة في بين الله أن المصابين الثمانية يخضعون لمتابعة طبية لصيقة ومن المتوقع خروج بعضهم من المستشفيات خلال الساعات القادمة لافتة إلى وفاة مصاب بالأمس داخل المستشفى كان دكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان قد تابع تداعيات الحادث وأعمال نقل وإسعاف المصابين وكلف نائبه دكتور محمد الطيب بالتوجه إلى المستشفيات والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين